هنا بمنطقة المفاليس الواقعة في الجزء الجنوبي من مديرية حيفان بريف محافظة تعز لم يمهي القناص الحوثيين الطفلة انتصار شكري حتى إكمال أداء امتحاناتها لشهادة المرحلة الأساسية جسنا خبر أن البنت حقيق أصيبتها في طلقة نارية في بيت أخي البيت الثاني اللي فوق وتحركنا وطلعنا هنا وقعنا في مرمية على الأرض مصابة في طلقة رصالتة قال من أذن وخرجت من الخلفية اللي في ظهر يعني من خلف هذه النافذة الشمالية كان يستعد القناص لاستهداف ضحيته وإضافة ضحية جديدة إلى رصيده فهذه المنطقة التي تمثل موقعا استراتيجيا بين محافظة تعز ولحج لم تستطيع الميليشيات السيطرة عليها فلجأت إلى التمركز في بعض المرتفعات وقنص المدنيين وبينما كانت انتصار تستعد لأداء واجبها وتنهمك في استرجاع دروسها برفقة ابنة عمها في إحدى غرف المنزل لم يمنحها القاتل فرصة عبورها إلى الغرفة المجاورة فصوب رصاصته باتجاه رأسها مباشرة قبل فتاة بخمس دقائق كنت ذاكرها بنفس الغرفة التي أصيبت فيها بينما نحن طالعين من الغرفة هاربين من الرصاصة ميليشيات الحوثي أصيبت انتصار في الرأس وألقى الضحية في الأرض ولم أستطع في تلك اللحظة أن أساعدها بشيء سوى تغمض عينيها رحل القاتل بعد أن أنجزم همته ليبقى الحزن والألم يعتصر قلوب أسرتها فالأم تبدو عاجزة أمام ما أصاب الأسرة من هول الصدمة بين فترة وأخرى تترك الميليشي حالة من الذعر والأسى وسط المواطنين في ريف محافظة تعز وخصوصا في منطقة المفاليس كغيرها من المديريات والمناطق التي وصلت إليها وحاولت إخضاعها لسلطتها